سؤال عن اللجنة الأولمبية والحديث لما كنا متكلم الفترة اللي فاتت عن وقت المحاسبة امتى هيجي وقت المحاسبة للجنة الأولمبية المسؤولة عن إعداد الأبطال سؤال عن هل اللجنة الأولمبية كانت جزء من النجاح؟ ولا كانت مشغولة بتفاصيل تاني؟ احنا بالتأكيد هنلاقي يعني أسئلة أو إجابات في سياق الأحداث لأنه لو كانت اللجنة الأولمبية هي اللجنة أو هي صاحبة فضل كنا لقينا أعداد أكبر بكثير من هذه الأبطال الأولمبيين أو على الأقل كنا لقينا أن القصص نجاحهم وصعودهم بقت أهدى وأسهل عليهم كان فيه كلام حقيقي الفترة اللي فاتت عن انتخابات الاتحادات انتخابات الاتحادات الرياضية المفترض بحسب قانون الاتحادات الرياضية وإحنا اتفقنا نحن دولة قانون فبحسب قانون الاتحادات الرياضية لازم لما بعد الأولمبياد تحصل انتخابات للاتحادات الرياضية اللي حصل بقى أنه في سابقة تقول لنا ألف علامة استفهام الانتخابات مفروض تتم خلال الثلاث شهور التالية لعودتهم من الأولمبياد يعني لما نرجع نتكلم نتحاسب نشوف مين يفضل ومين يمشي بانتخابات واضحة حرة نزيهة اللي حصل قبل الأولمبياد كان اختراق واضح للقانون أو خلينا نبقى أدق تجاوز وتلاعب بالقانون وده الحقيقة الأصعب من الاختراق لأنه التلاعب بالقانون يعني حد فاهم وعارف وفاهم الخطورة على نفسه لكنه يحاول يتفادى هذه الخطورة تم فتح باب الترشح لانتخابات هذه الاتحادات قبل الأولمبياد بدون أي إعلان عن النتيجة وده ممكن يقال أنه لا طب ما إحنا لسا ما أعلناش عن نتيجة لكن الحقيقة أنه ما تم الإعلان عنه هو استمرار رؤساء الاتحادات في مواقعهم بالتسكيه وده كمان سؤال كبير قوي طب ما إحنا عايزين كوادر جديدة إحنا عايزين ناس تحقق أفضل مما حققتم لأن إحنا الناس فهمة والناس مدركة أن ما تحقق ليس إنجازكم الشخصي هو إنجاز هؤلاء الأبطال طيب الانتخابات اللي حصلت فيه هدوء شديد بالتسكية يعني ما كانتش انتخابات حقيقية يعني وبدون أي فرصة لحد جديد أو دم جديد وبدون أي إعلان بيأكد أنه في حاجة غريبة أنه رؤساء الاتحادات دول مع كل الاحترام الشديد لأي حد فيهم لم يقصد ذلك أو لم يكن ضمن هذه المنظومة التي قصدت ذلك بس القصد واضح القصد ببساطة إذا اخترقت القانون أو تلعبت في القانون يبقى أنت عايز تضمن تقعد في كرسيك وأن أنت رايح توكيو وأنت خايف ومرعوب لا أحسن ما تحققش النتائج لأنك مختار فلان ومش مختار فلان لأنك واخد فلان وسايب فلان وتواطئ حقيقي من اللجنة الأولمبية اللي كان جزء من هذه المسؤولية كل الخوف وكل الخطر في الفترة القادمة أنه فرحتنا بالأبطال تنسينا محاسبة هذه الاتحادات الرياضية لأنه هناك تصرفات مريبة وأنه في حاجات في الانتخابات القادمة لو حصلت في الاتحادات الرياضية إحنا بنقول على الرياضة المصرية السلام لأنه دي قبلة حياة للرياضة في مصر النجاح اللي حصل ده قبلة حياة لمنظومة رياضية صدقوني روحوا بس الأندية روحوا كده أعودوا حوالين البول في نادي كبير في بطولات روحوا أعودوا في بطولة الجمهورية وشوفوا إيه اللي بيحصل روحوا أحضروا في أي رياض أي حد قريب من منظومة الرياضة يعرف أن إحنا في أزمة كبيرة ترجمة نانسي قنقر